بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس التربة البدنية والدفاع عن النفس درسنا لهذا اليوم الوثب على عرضة القبض مع اللف معكم الأستاذ بدر ناصر الفهيد قبل ما أدخل في درسنا يا أبطال مع بعض نستعرض متطلبات النشاط البدني الجيد والصحيح من أول متطلب وأهم متطلباته هي الراحة الكافية الراحة الكافية يا أبطال هي النوم الكافي وراحة الجسد بعد عمل النشاط البدني للاستشفاء النوم الكافي بالليل مدة 6 ساعات يا أبطال إلى 8 ساعات بعد ذلك التغذية السليمة التغذية السليمة يا أبطال يجب أن يحتوي غذائي على ثلاث وجبات كحد أقل وتوفر العناصر الغذائية المهمة مثل الكربوهايدرات والبروتين والدهون بعد ذلك اللبس الرياضي المناسب والحذاء المناسب يا أبطال عند ممارسة أي نشاط بدني لابد أن يتوفر اللبس المناسب لأداء هذا النشاط مثال على ذلك لعب كرة قدم لابد أن ألبس ملابس مخصصة لكرة القدم وحذاء لكرة القدم كذلك الجنباز بعد ذلك يا أبطال المكان المناسب والآمن المكان المناسب والآمن لكل نشاط بدني لابد أن يتوفر نشاط لابد أن يتوفر مكان مناسب لهذا النشاط مثال على ذلك هل ممكن أن ألعب كرة قدم داخل الفصل أو في صلاة الطعام؟ ملتازين، ليش؟ لأنه غير مناسب لهذا النشاط وغير آمن وين نلعب كرة يا أبطال؟ في ملعب كرة القدم أو في الصالة الرياضية بعد ذلك الإحماء المناسب لهذا النشاط ما هو الإحماء يا أبطال؟ الإحماء هو تهيئة الجسم لعمل نشاط بدني طيب، الإحماء هو عمل تملينات بسيطة عشان تساعدني أن أدخل النشاط بدني وأنه جاهز في إحماء العام وإحماء خاص، الإحماء الخاص ولكل رياض المرياضات لها إحماءها الخاص بعد ذلك يا أبطال شرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني ليه يا أبطال نشرب مويا؟ ممتازين، أحسنتم، تعويض السوائل مفقودة أثناء النشاط البدني طيب يا أبطال، الآن أنا في المكان المناسب وأزيئة الرياضي المناسب شو نسوي حينما بعض؟ ممتازين الإحماء المناسب جاهزين مع بعض التمرين الأول، التمرين الأول اللي هو المشي في المكان جاهزين، تمرين، أستعيد، ابتدي واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، مشي ب بينيights أربعة ماشي ثنين أربعة آخر مرة جماعة قف أخذ نفس أحسنتم التمريز الثاني وضع ذراعين في الوسط مع الضغط لمين أربع عدات وللشمال في أربع عدات جاهزين يا بطال تمن يستعد ابتدي مين ثلاث أربع شمال ثلاث أربع حسنت ثلاث أربع اضغط ثلاث أربع ممتاز ثلاث أربع آخر مرة جماعة قف طيب يا بطال ناخد نفس التمرين الثالث ضرعي جالباً رافع دوران الضرع من الخلف إلى الأمام جاهزين يا بطال تمن يستعد ابتدي واحد ثلاث أربع حسنت ثلاث أربع دوران ثلاث أربع حسنت ثلاث أربع حسنت ثلاث أربع آخر مرة جماعة قف ضرعي جالباً ضرعي جالباً رافع التمرين الرابع هو نفس التمرين الثالث ولكن نعكس اتجاه الدوران من الأمام إلى الخلف ضرعي جالباً رافع التمرين استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع أربع حسنت اثنين ثلاث أربع حسنت اثنين ثلاث أربع ممتاز اثنين ثلاث أربع ممتاز اثنين ثلاث أربع آخر مرة جماعة قف ضرعي جالباً ناخذ نفس مع بعض أحسنتم مرة ثانية التمرين الخامس يا أبطال ورفع الفخد على مستوى الحوق وملامس تريد المعاكس للفخد للفخد أثناء ارتفاعه مع تبادل رفع الفخدين تمر يستعد ابتدي واحد ثلاث أحسنت ثلاث فوق ثلاث فوق ثلاث ممتاز ثلاث أحسنت ثلاث فوق ثلاث فوق ثلاث ممتاز ثلاث آخر مرة جماعة قف نقض نفس ممتاز التمرين السادس طم القدمين والنزول أمام أسفل ملامسة أصابع اليدين أصابع القدمين مع بعض قدر استطاع طبعا جاهزين ينزل واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثماني اطلع اثنين هلاث أربعة خمسة ستة سابعة ثمانية ممتاز التمرين السابع والأخير يا طال فتح القدمين بالتساع الصدر أو أكثر قليلا زي ما نفعل الآن أبطال والنزول أمام أسفل مع بعض ثم يستعد يبتدي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اطلع اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ممتاز يا أبطال ناخذ نفس وصلنا لنهاية الأحماء الآن الجسم مهيئ لداء النشاط البتني نروح الآن نشوف درسنا لهذا اليوم هو الوث على القبض على العارض أعلى مع اللف أولا إيش معنى كلمة وث ممتاز الوث هو القفص أنا الآن وثبت ممتاز هذا هو الوث نشوف مع بعض هي رياض القفص إلى أقصى ما يستطيع اللاعب من ارتفاع دون استعمال أي وسيلة للمساعدة يعني أنا كنا مع بعض الحين حاول نوثب أنا ممكن يلا مع بعض ممتاز وثبنا في ناس توثب خمسة سنتي في ناس توثب عسرة سنتي في ناس توثب مئة سنتي من دون مساعدة شوف زين ما هو واضح بالصورة يا أبطال شوف البطل هذا كان يجري يجري لن نصل عند العارضة هذي اللي بالأحمر هذا الخط شوفونا هذه هي العارضة حاول الوثب من دون أي مساعدة بس قوة دفع جسمها من الأرض إلى أعلى واضح يا أبطال طيب في منطقة للوثب مكان أني أنا أوثب فيه ذهي مدرج أو مكان أجري فيه خمسة عشر إلى خمسة وعشرين متر المكان هذا هو اللي أجري فيه إلى أنه أصل للعارضة قبل وصولي للعارضة أنا أدفع بجسمي وأوثب إلى أتخط العارضة زي ما هو واضح هذا المكان اللي بالأخضر هذي الخمسة عشر أو خمسة وعشر متر هذه هي العارضة أوثب وأهبط وين يا أبطال أنا وثبت وأهبط وين على مرتبة ليش أحسنتم عوامل أمن والسلامة أخذناها من طلبات النشاط البدني واضح يا أبطال طيب نبغى نشوف مع بعض في فيديو هذا اللي هو القفص الوث كيف أول شيء أنا أقفز وأوثب مع بعض جاهزين نشوف الفيديو الطالب سنتعلن في هذا الفيديو بميشية الله تعالى عنه القفص الصحيح فما المقصود بذلك يعد أحد أنماط الوث ويأخذ القفص شكلنا من أشكال الأداء أولا القفص باستخدام أداء مساعدة كقاعدة ارتكاز للطالب أثناء أداء القفص أولا باستخدام أداء مساعدة كقاعدة ارتكاز للطالب أثناء أدائه للمهارة مثلا استخدام الكرة المطاطية الكبيرة ذات المقبضين فيقفض الطالب على مقبض الكرة بيديه وهي أمامه على أرض ويرتكز عليها ليقفز إلى الأمام ثم يحرك الكرة إلى الأمام قليلا ويعاود الاتكاز عليها مرة ثانية وهكذا ثانيا القفص لإجتياز أشياء مستقرة على أرض وذات ارتفاعات مختلفة وآن يا أبطال سوف نقوم بتطبيق نموذج يحاكي القفص بالاتكاز على أداء أو من فوق أداء ثابتة النموذج الأول سوف يكون مع البطل مشاري بالاتكاز على أداء ثابتة فضل يا مشاري يلا أبدأ أحسنت مرة أخرى أحسنت يا مشاري برجاء مكانك نموذج آخر مع البطل سلمان فضل يا سلمان إحسنت أبدأ إحسنت مرة أخرى برجاء مكانك يا بطل النموذج الثاني للمهارة باستخدام أداء ثابتة ثابتة فضل يا مشاري أخذ خطوة الأمام قم بعملية القفص إحسنت مرة أخرى إحسنت يا بطل نموذج آخر مع البطل سلمان فضل يا سلمان أبدأ إحسنت مرة أخرى إحسنت كما شاهدنا سويني يا أبطال هناك نوعان القفص بالرتكاز على قاعدة ثابتة والقفص فوق آدات ثابتة ودمتهم بصحة ونشار طيب يا أبطال شفنا مع بعض في الفيديو كيف طريقة القفص الصحيح أول شي نبدأ بالوضع اليدين حد ما أتخطى العارضة بعدين أتخطى من دون عارضة عشان أطبق القفزة بطريقة صحية لابد يا أبطال أني أتمرن عليها أكثر وأكثر أنا الآن نبدأ هنا شوف بعدين حاول أحرك يديني وأقفز وأرجع مرة ثانية أحاول أبعد مسافة أكثر حد ما تقوي عضلات الأفخات عشان تعطيني الاتفاع أعلى واضح يا أبطال؟ إلى هنا وصلنا لنهاية الدرسنا لهذا اليوم أشكركم من حسن استماعكم كان معكم الأستاذ بدر ناصر أحركeth الحد حول производ